موسيقى تحييكم مشاهدينا وإنما كنتم عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في بداية بدي أقول كل قطعة الماء بساحل المتن كان سببها عطل ومثل ما فهمت اليوم بيان صدر عن مؤسبيه بيروت وشبل لبنان أنه هالعطل مفروض اليوم يخلص وترجع الماء بحسب التوزيع اللي كان معتمد وأكيد الكلية اللي وصلت له الماء هن من دبي يعني ما هتقسح المتن من دبي لدي كويني مرورا بقاطلية جليدي بالزرق الجديد البوشي برش حموز سن الفير فإن شاء الله اليوم تخلص الأشغال وترجع الماء لطبيعتها معلومة موسيقى طبعا استعدادنا لمهرجانات بعلبك بمعلومتنا اليوم اجتماع حصل مبارح ترأس ومحافظ بعلبك الهرمي البشير خضر مع كافة المعنيين من بلديات وقوى أمنية واتخذوا إجراءات سير أولا بلدية بعلبك ستقوم بتخطيط الطرقات الداخلية وتضع اللوحات الإرشدية على الطرقات المدينة بشكل يوضح للسائق الأماكن مسموح فيها ركن السيارة يسمح بركن السيارة باتجاه واحد بالطرقات الرئيسية على أصحاب المطاعم فيه منتزهات راس العين تأمين المواقف لزبقينة أو تقديم خدمة ركن السيارة تحرير دوار دورس والاتفاق على استحداث موقف للفانات والسيارات العمومية وتكسب القرب من الطريق العام تنسيق معنى قابات الفانات والسائقين العمومية لمعالجة موقف الفانات وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق أن تبقى هالاجتماعات والمواكبة الميدانية مفتوحة ودايما لاتمامة تفق عليه تسهيلا لحياة المواطن وأكيد تسهيلا لكل اللي حاضرين معي مباشرة على الخط مدير التعام وزارة الاقتصاد والتجارة علي عباسي أعطيك العافي ست علي ست علي نعم معي طبعا عم بتحضره لإطلاق نهار الثانين يعني أعلن عنه معالي الوزير الاقتصاد والتجارة بموضوع تشجيع الشركات المتوسطة والستغيرة خاصة في هذه الظروف شو أهمية هالأمر وبالتالي قداش اليوم كمان وزارة الاقتصاد عم تلعب دور بحماية المستهلك يعطيك العافي مادام ريبك المؤتمر سيكون بنسخته الأولى نهار الثلاثة بـ 11 تموت برعاية سخامة رئيس الجمهورية بالعماد عون هالمؤتمر هيدا هو لدعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه مثل ما بنعرف هي بتشكل بين 90% إلى 92% من المؤسسات والتالي من الاقتصاد اللبناني هي المؤسسات اللي بتخلق فرص عمال بظل هالظروف الصعبة اللي عم بعيشها لبنان والمنطقة مفترض أن وزارة الاقتصاد تاخد دورها نحن أكيدا عم نشتغل حماية المستهلك عم نشتغل على المثيل الفكري اللي هنا موضوعين كتير مهمين بس كمان في عندها دور وزارة الاقتصاد بالتنمية الاقتصادية وبتحفيز الاقتصاد وهيدا لأول مرة في لبنان مش لأول مرة في لبنان نعم لأول مرة ونحن عم نفكر نعمله يوم وطني يكون كل سنة يرجع ينعاد لحتى نعمل مطابعة الاشياء اللي رح تطلع عنه لازم يسير فيه إلى مطابعة مش عملنا هنهار ونرجع ونزقف ونرجع لا لحيكون فيه متابعة لكل الخطوات اللي بتطلع بالتوصيات رح يطلع فيه توصيات نحن كتبنا مشروع عنه رح يتقدم ده الحكومة لحتى يتخول على مجلس النواب اللي هو بيتعلق بإعطاء حوافز معين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة مبادرات في عنا مبادرة مع البنك الدولي اسمها job creation بلشناها بمنطقة شمال وهلأ ويسأت ويساة المالية ليتمول ليصير مشروع وطني على مستوى كل اثنين رح يتوقع مكذب مذكرات تفاهم مع إدارة الجمالك لحتى لتسريع وتسهيل الإجراءات على المرفأ لحتى لما بيسودوا مواد أولية أو إذا بدون يصدروا إنتاجهم طبيعا نشغل مع كثير جهات لتحفيز الصادرات وزيادة الصادرات الاثنين لبرا طبعا مع الاتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية عبر اللي جانس هنا إلي عنا إياها مع الدول عم نحاول نفتحها سواء جديدة هلأ هذا الشيء كله بدون يكون ما فيه يكون بيوم واثنين رح نقول إنه بعد ما لمسنا نتائج المهم سلع بس أكيد من الألف ميال يتنبلش بكم خطوة وعاكل حال نحن نوكبكم بـ 11 الشهر وأكيد رح نتابع معكم كل التوصيات مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة علي عباس شكرا لكي أنا اليوم بسترني كثير كمان بالحل عندنا إنه صاديف يمكن لأول مرة رئيس نقابة اختصاصية علوم مختبرات الأسنين في لبنان جمال حاج أهلا وسهلا فيك يعني ما فينا مختبرات الأسنين مرتبطة مباشرة بأطباء الأسنين يعني قديني أبتين اليوم بيتواصلوا مع بعضهم كان يقابة أطباء الأسنين ونقابة علوم يعني كمان هون في شيء اختصاصي علوم يعني صرنا علم أكتر ما هو تقنية وإبداع كمان ما هيك صحيح نحن بالأساس هذا التواصل موجود من زمان بين النقابتين لأنه بالأساس نحن شغلنا مشترك فما حدا فيه يفصل عن التاني بالعمل وخاصة العمل نتيجته عم يروح أخر شيء للمريد فهذا التواصل موجود إذا كان بالعمل النقابة ولا بالعمل اللي على الأرض اللي هو صحة المريض أخر شيء أكيد اليوم النقابة مثل ما عرف بتضم ألف ومية منتسب وبين بيانيتهم حول الخمسمية عندهم مختبرات أسنين على مساحة الوطن هل نحن بحاجة بعد أكتر أم لا يعني اليوم النقابة فيه ناس مش منتسبة كمان بعد ولا كيف أكيد أكيد فيه ناس كتير مش منتسبين فيه ناس تخرجوا مشتغلوا بالمهنة ليه لأه ما فيه فرص عمل أو ليه فيه ناس تخرجت طلعت لبر لقيت فرصة العمل بره أحسن في منهم نحن لأنه مهنتنا بتعتمد شوية على الموهبة كمان فيها شوية موهبة فيها فن فيها فن فالبعض بيلاقي حال ومش كتير ناجح بعد التخرج بفضل يروح يشتغل شغلة تانية مهنة تانية وهذا للأصف هذا نتيجة عدم التوجيه الصحيح من الأساس نحن مفترض يكون فيه عندنا توجيه صحيح إذا بدنا نتبع الأسلوب الأوروبي أو الأمريكي أو الغربي بشكل عام يكون فيه توجيه صحيح من المدارس يعني بيشوفوا هالتلميذ وهلأ فترة يعني هلأ فترة بدوا يعمل اختصاص يعرف إذا موهبته ولا لا اليوم بما أنه عم نحكي عن اختصاص وإذا موهبه وحتى يكمل بالمهنة ما يكون يعني يروح على مهنة تانية هل فيه اليوم عندنا جامعات أو عندنا مؤسسات بتعلم البروتاز فيه فيه موجود على الأراضي اللبنانية فيه معاهد وفيه جامعات نعم يعني إذا بدنا نفوت بذكر الأسماء فيه ممكن حضايا تابع علينا لا نقول أنه فيه فيه جامعات وفيه جامعات مرتبة كتير وأديش مدة الدراسة يعني حتى الناس إذا عم يسمعون الطلاب هذه تكون فرصة لهم كمان يعرفوا مدة الدراسة حاليا هي ثلاث سنوات ثلاث سنوات بتخرج الطالب معه لصنص بعلوم مختبرة الأسنان فيه بعض الجامعات حاليا على الأرض اللبنانية عم تعمل شيء مثل دراسات معمقة بشيء باختصاص معين وعم ينجحوا فيه عم يستقطبوا طلاب صراحا أكيد والمختبرات عم تستقطب يعني اليوم اللي بده يشتغل هالمهنة هي بده يكون ضمن مختبر ما فيه يشتغل فريلانسر يا ملاء أكيد لا بده يكون فيه مختبر وفيه شروط حتى طبيعي طبيعي يعني فيه شروط بالنقابة تتفتحي مختبر وفيه شروط عند وزارة الصحة تتفتحي مختبر لأنه بده رخصة أكيد نحن عندنا الترخيصين بالأساس بنسمح فيهم أن تشتغلي فيهم الترخيص الأول هو مزاولة مهنة نعم إذن مزاولة مهنة بيصدور من وزارة الصحة تتقدر تفوتي على النقابة ما فيك تفوتي على النقابة بدون هذا الإذن الإذن الآخر هو نحن خلال هات 3 سنوات تدرج عنا 3 سنوات تدرج مفترض يتدرج فيهم حيالنا منتسب للنقابة تيحقله بعدين يفتح مختبر بده كمان ياخد ترخيص استثمار مختبر استثمار وفتح مختبر من وزارة الصحة وبموافقة النقابة أكيد من بعد الفاصل أكيد منفوت بتفاصيل أكتر لأنه منها شغلة هيك الناس ما تفتكرها شغلة عادية فيها مسئولية كمان أكيد فاصل ومن ثلاث منتابع الحل عنا دايما عبر الـ MTV مع نقيب اقتصاصي علوم مختبرات الأسنان في لبنين جمال الحاج طبعا فيه هواجس يعني بخلال سياق الحديث ذكرت أنه عنا كثير خريجين ولكن عم بلاقوا فرص برا أكيد نحن منشوف حالنا بخريجيننا برا ولكن قداش لبنان قادر يستوعب مع كمان دخول العامل الأجنبي على لبنان على الخط اللبناني هو السوري قداش اليوم هاجز من الهواجز الثانية اللي عندكنيها نائب يعني هو بالأساس لبنان باللبنانيين الموجودين فيه بتصور فيه اكتفاء ذاتي صار بتصور هيك وفيه كل سنة يتخرج يعني هلأ نحن بالدورة الأولى للكلوك يوم عنا 42 تلميذ من عدل معهد اللي تابع للدولة اللبنانية اللي ما بيعملوا امتحانية كلوك يوم فعنا بحدود الستين للخمس وستين تلميذ كل سنة بيتخرج فأكيد نحن عنا اتفاء ذاتي صار على الإيد العامل الأجنبي إذا بدنا نحكي والسوري بالتحديد لأنه هاي أزمة على كل المهن على كل الكتاعات خصوصاً كمان الكتاعات الصحية مش بس طب يعني واعة بالبلد على برنامج بيقول الحل عنا بس هالحل مش عنا مش عندكم الحل عند الدولة اللبنانية عند الدولة ممكن كمعنى قابة أطباء الأسنان اللي علاقة بعرف علاقة جيدة بينكم لأنه متكامل عملكم صحيح ممكن تتوصلوا ل تطلبوا من معالي دولة الرئيس غسان حسباني أنه تلفطوا له نظروا أكيد أكيد هذا بموضوع المسئولية المشتركة اللي بيننا وبين أطباء الأسنان إذا أنا كنائب ولا نائب كارلوس نحنا ما فينا نتخلع مسؤوليتنا بهذا الموضوع نحنا نجمع الملفات تعولنا كان نحنا ولا هنا بنعابة أطباء الأسنان ونازلين عند معالي الوزهير أكيد يعني دولته نحكي بهذا الموضوع ونشوف على القليل إذا ما في حل قريب بس نلاقي حل المشكلة اللي واعق لأن المشكلة اللي عم بصير مش بس عم بيشتغلوا بالمختبرات يمكن بيجوا برخص معين أو ما بنعرف شو البرودوية أو شو مكان بقول العالي احنا بنشتغل كنها ب24 ساعة بسوريا ومنجي بس وين الضمانة البرودوية وين ضمانة الشغل وين ما عم قلل من شي ولكن عم بقول اليوم هيدا فن وإبداع دايما بتقول هالشي انت طبيعا بس اليوم في مواد مستعملة كمان وهيدا أساسية وفي تطور هائل بهذه المهنة أكيد نحنا عدل فن والإبداع نحنا حضرتك زكارتي اسمنا بعلوم مختبرات علوم في علوم في علوم ناس بتشتغل عليها تطلع هالبرودويت اللي بدون ينشغل وينحبتهم المريض بعدين حضرتك كأنك عندك مخابرات انه بتقولي بيجي اشتغلوا انا بتابع انا بتابع اتصالات طبيعي طبيعي فيه كمان فيه حالة من هالشكل عم ينشغل شغل برات لبنان وعم يجع ليش لاني بروحوا للرخص مثلا لش هلقدي كلفه كلفة ايه للأسف فيه فرق بالكلفة فيه فرق بالإيد العاملة وفيه فرق انه انت اليوم هون باللبنان كلبناني عم تدفعي ضريبة للوزارة المالية عم تدفعي رسوم الأجارات للبلدية كل هاد الشي انت عم تدفعي بينما بتصور انا الأجنبي بغد النظر شجنسيتو ما عم يكون فايت بهذا الخط القانوني تيدفع هؤلاء اللي لازم يدفعون اكيد بس انا خليني شوي معك نقيب استفيد موجودك حتى اقول اليوم اديش اتطورت اليوم طبابة الأسنان خصوصا مختبرات الأسنان يعني اليوم ما عادت وجبة وما عاد امبلان يعني صار صار كمان استتيك استتيك اذا بدك وهي ضمن السياحة الصحية اللبنانية اذا بدي سميها لبنان مقصد كمان لهال مقصد ومقصد كتير كبير يعني ما انه قليل لبنان بهذا الموضوع نحن هلأ اذا بنلاحظ خاصة هلأ بالصيفية او بفترة الاعياد نعم بينشط كتير الموسم عند الشباب بالشغل ليش كل المغتربين اللبناني وغير اللبناني اللي بيجوا على لبنان بيجوا بيشتغلوا سنانهم هون وعننا الحمد لله يعني عنا كفاءات جدا عالية كان بطبابة الاسنان ولا بمختبرات الاسنان عنا كفاءات جدا عالية وبالضاهي حتى الكفاءات الغربي اكيد وعنا حتى عنا ناس نحن من شبابنا وخريجين ومنتسبين للنعابة اسماء لامعة برا برا بالعالم كله يعني بتحكي بامريكا بكندا باوروبا بكان في حضم في حضم ما فينا نذكر اسماء طيب نحن قبل ما نختم يعني نقيب أنا حبات اليوم دوي على هالمهن اللي هي مثل ما قلت علم هي فن هي فيها مسئولية كمان تجاه المريض يعني هالسن اللي موجود هيدا ما انه هيك استيتيك بس تجميلة هيدا قاله وظيفة طبيعي قداش كمان اليوم بتركزه على على نظافة العمل كمان وعلى جوته لأنه صحة الناس كمان متعلقة بطبابة الاسنان صحيح فيه تركيز كتير كبير على هذا الموضوع وخاصة نحن عم نحكي شيء فيه شئ طبي وشئ تجميل ما فينا نفصل أنا عن بعض أبدا الشغلتين جباري نتبعون تأخذ نتيجة المريض النتيجة الصحيحة والمزبوطة فينا نطمن أنه بالبنان عندنا المستوى عندنا المرجعية كمان في حال صامح له صار خطأ ما أو صار شيء طبيعيا عندنا أول شيء نعابة هي المرجعية إذا كان عندنا ولا بنعابة أطبا سنان هؤلاء المرجعيات اللي لازم يرجع لهم الواحد وتاني شيء نحن منطمن أكتر نحن الشباب اللي خريجين بيخضعوا دايما لدورات تدريبية على الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية بلس أنه نحن عندنا مؤتمرات يعني كان تقريبا كل سنة عندنا مؤتمرات من نسبة للتعرف أنتوا بتحددوا حد أعلى حد أقصى ولا هذي رجع كاقتصاب حر هو بالأساس النعابات اللي بتحدد الحد الأدنى الحد الأقصى هذي راجع لكل إنسان هو وقدش بيأخذ بس الحد الأدنى النعابات اللي بتحددها يعني نحن نتمنى تكون هذه المهنة اللي مشوف حالنا كمان بخريجينا تكون كمان حافظ لطلابنا أنه يمتهنوها وبتمنى دايما أنه صنعها في لبنان وأبدعها في لبنان يعني هذي شغلة نتمنىها نحنويك شكرا لأي لكم لحضورك نقيب طبعا أهلا وسهلا فيك دايما مش نقيب اقتصاصي علوم مختلفة الأسنان جمال الحاج بدأ لكم مشاهدين أبعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تيفي الحل عنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة